أن الفساد في العراق ينتج خراب في المنطقة لذلك من يقوم الآن بتوزيع أملاد دوار الحقيقة هي دولتي هي أمريكا وإيران بكل صراحة أقول لك إياها ولاحظوا اليوم قائعاني موجود في أربيل ويتحرك يوم أمس بكل أريحية في سامراء ويلتقط الصور مع جنود عراقيين هذه الدولة التي يعني يعني صدعوا هوسنا بالسيادة ومسيادة مفقودة الحقيقة هذه قضية مفقودة ومنقوصة بدليل أنه جنرال قائعاني يتحرك في الأروحة العراقية اليوم لغرض أن ينتج معاه معادلة لا تفقد إيران الورقة الضاغطة الأساسية في التفاوض مع المجتمع الدولي وهي الورقة العراقية هذه بيكون صراحة أمريكا الآن منشغلة بروسيا والصين صحيح لكن عينها على العراق لا تريد أن يتكرر سيناريا وطلبان سيناريا وفغانستان في العراق هي تخشى إدارة بايدن تخشى الحقيقة وهناك صراع جدا قوي ما حدا مصلط عليه الضغر اللي هو الصراع الانتخابي القادم في نوفمبر اللي هو الانتخابات الوسطية المهمة في أمريكا التي يريد الجمهورين العودة وترامب وفريقه يريد أن يمسكوا السلطة في مجلس الشيوخ والكونغرس تمهيدا لانتخابات 20-24 هذا الصراع أيضا إلى تأثير كبير الحقيقة على الملف العراقي هناك التقاطع في الرؤى الآن ما بين الجمهورين والديمقراطيين في قضية التعامل مع العراق هل يترك العراق؟ هل نمسك العراق؟ وبالتالي إذا مسكنا العراق هل نبك على هذا النظام السياسي الفاسد؟ أم نزيحه؟ لحد الآن ما أظن أن تتخذ القرار يا أستاذ أحمد أمريكا دولة عظمى بدلا من أن تطرح هذه التساؤلات وتحتاج إلى إجابات يكون لها موقف مباشر الآن في فينة النزاع في المفاوضات العراق ومنطقة الشرق الأوسط في الوقت نفسه الآن الإيرانيون مطلقية الحركة والحرية بالتعامل مع المشهد العراقي وأمريكا تتفرج لماذا لا يكون لها موقف؟ أما بمنع الإيرانيين أو التعامل مباشرة بالمشهد السياسي أشو القضية ما مفهومة؟ لا في الرؤية التي نمتلكها في الجبهة العراقية الوطنية المعارضة نقول بالآتي نقول إيران تهيمن وتحتل العراق صحيح الأمريكان يتراجعوا خطوة إلا الوراء ولكن يتقدموا خطوتين بمعنى بمعنى أنه الأمريكان يترك إيران تلعب بالساحة العراقية إلى النقاط الخطوط الحمراء ويتوقف فيها ما تريده أمريكا الآن إدارة بايدن من الإيرانيين أن لا يكون هناك صراع دمه في العراق هذا الموضوع بشدة لأنه إذا حصلت الفوضى في العراق بالتالي سوف تتدخل دول مثل تركيا والسعودية والإمارات وغيرها سوف تتدخل بالشيء العراقي إضافة إلى إيران وبالتالي يفلت العراق وإذا فلت العراق على أمريكا أن تجيش الجيوش مرة أخرى لتعودها على العراق وهذا صعب جدا في هذه المرحلة لذلك هي متفقة مع إيران أنه تحركوا في هذا الإطار السياسي انتجوا معاذلة سياسية نحن نتفق معكم عليها ولكن هناك خطوط حمراء يجب أن لا تتجاوزوا شكرا